عزيزي المشجع الجميل فيك بقى من الماضي القليم بمشاكله بسلطاته ببابا غنوجو بالمؤتمرات الصحفية اللي بتقتيع عليها النور والكلام ده كله وخلينا نتكلم في المستقبل خلينا نتكلم في اللي جاي بالنسبة لنادي الاهلي وايه هي صفقة الموسم بالنسبة لنادي الاهلي واللي تمت بنسبة 99% خلاص وايضا ايه تطورات ريدا سليم ويه بديل سوزة لو مجاش سوزة وايه تطوراته وليل النادي الاهلي بقعد عن سوزة بالشكل الكبير ده بعد ما كان ضامن بالنسبة كبيرة انه خلاص اللعب يوقع ده كله هتكلم فيه معاك في الفيديو ده بس في البداية ما تنساش تعمل لايك وشير ويلا بنا بقى نتكلم في المفيد في البداية كده قبل ما اتكلمك على صفقة الموسم والكلام ده كله خلينا اقولك ان النادي الاهلي خلاص خلال الاسابيع اللي جاية هيعمل مؤتمر صحفي كبير جدا عشان يقلم فيه عن الاستاد الجديد الاستاد الجديد للنسبة للنادي الاهلي اللي هيكون مع احدى الشركات العالمية لبناء الاستادات والاستاد هيكون بالنسبة لنادي الاهلي مع الشركة العالمية ديت بنظام البي او تي وده نظام اقتصادي هيحقق ربح كبير للنادي الاهلي وفايدة وحاجات كبيرة جدا النادي الاهلي هيقلن تفاصيلها خلال ان شاء الله باذن الله المؤتمر الصحفي اللي بيقولك هيكون كبير وعلامي طبعا النادي الاهلي احنا عصيره علامي وبالنسبة للاستاد ان شاء الله هيكون مرحلة اولى عشرين الف متفرد والمرحلة التانية هيكون اربعين الف متفرد واحدة يقول لي يا عم بلال هم ماذا بقين دولي هيكفوا النادي الاهلي يعني يا عم خلينا نبتدي وان شاء الله التواصلات جي بعدها بس ينبتدي وان شاء الله الخير جاي بإذننا للنادي الاهل اما بالنسبة لسوزا وتفاصيل سوزا ومين هو بديله ده اللي اولهولك احنا عارفين طبعا النادي الاهلي بيفوض اللاعب البرازيلي سوزا المهاجم اللي بيلعب فيه فريق الكوري وطبعا النادي الاهلي وصل لشوت كبير جدا مع الفريق ومع اللاعب في التعاقد معاه وبنسبة كبيرة خلاص كان ضمن الصفقة ولكن دخل فيها اللي عقرب الصفقة مين هو اللي دخل فيها؟ وكيل دخل في الصفقة عشان خاطر يبواضع عن نادي الاهلي بباس الوكيل ده يقال ان هو مقرب من مدير الكورة في نادي الزمالك وطبعا دخوله في الصفقة دي فقط لتعطيل النادي الاهلي لان احنا عارفين نادي الزمالك ولا هيشتري ولا هيبيع ولا هيقدر حتى يقيد لانه عنده قضايا وعنده بلاو كتير ولكن دخول الراجل هو تعطيله خلاص بدليل ان الراجل دخل النادي الاهلي كان عارض خمسمائة الف دولار الراجل ده دخل عليهم وقال لهم انا هديكو مليون دولار يعني بتتكلم بنسبة مية في المية مكسب وزيادة للفريق الكوري فليلأ؟ فالفريق الكوري ام موقف بقى في المفاوضات وقال لك اللاعب احنا عايزينه والمدرب محتاجه والكلام ده كله وانحنكشف قال لك يا عم ده السبوبة حلوة وفيما زاد والناس هتعلق على بعض والدنيا هتكون بيث ولكن احنا عارفين النادي الاهلي محطوط استراتيجية معينة ونسبة معينة اكيد للتعاقد مع الراجل ده فمش هيتعدها النادي الاهلي خالص ولكن بقى نيجي لمين هو بديله وخبالك بديله اللي هتكلمك فيه ده مش هو صفقة الموسم صفقة الموسم لسه جاية شوية اتقل عليها بديله هو مهاجم متلاند الدلماركي وطبعا من اول ما نقول الاسم ده طبعا ما يشايقي بقى امام عشور لأ خلاص احنا اخدناه ده مهاجم متلاند الدلماركي اللاعب توري كابا واللاعب ارقامه جايدة جدا وطبعا ليه النادي الاهلي راحله وازاي راحله وانا جبت المعلومة منين اقولك يا صديقي ان فيه موقع اجنبي اسمه EBL وورلد والموقع ده مهتم بالشأن العربي بالذات في الرياضة واحيانا كده بينزل مقالات برضه باللغة العربية ولكن خلينا اكلمك ان الموقع ده منزل خبر عن ان النادي الاهلي المصري ونادي ايضا ليتز يونايتد الانجليزي مهتمين باللاعب وحطينه تحت الانظار وفعلا بدأوا يتكلموا مع المسؤولين متلاند طب هو النادي الاهلي داخل ليه عن مبلال وهو اصلا داخل في سوزا اقولك النادي الاهلي دايما وامير توفيق باستمرار يعني وده طبع في النادي الاهلي من زمان النادي الاهلي دايما بيبقى عنده خطة الف وخطة به عشان لو ده مجاش يبقى انا عندي بديل له واقدر ان انا اشتغل عليه وبالفعل لو حسب الموقع ده بدأ امير توفيق اتواصل مع ادارة متلاند عشان خاطر يجس النب كده واشوف هل اللاعب متاح ونقدر نشتريه ولا لا طب ارقامه ايه عن مبلال اللاعب انا اقولك اللاعب الموسم اللي فات لعب 44 مباراة سجل فيهم 12 هدف وصنع 4 اهداف اما بقى في المجمل مع متلاند فهو لاعب 102 مباراة سجل فيهم 26 هدف وصنع 15 هدف فاللاعب ارقامه كويسة بغير سنه اللي هو 27 سنة وايضا طوله 190 سنتر وكولر مهتم بحطة الطول دي لانه بيهتم انه يجيب مهاجم عنده حطة ضربات الرقف وحطة الطول دي عشان خاطر الحطة دي وصغرة في النادي الاهلي يقدر يسدها في شكل كبير جدا فاذا اللاعب مبدئيا متوافق مع طلبات كولر عشان كده ادارة نادي الاهلي وامير توفيق بدأوا فعلا مع نادي متلاند انه هم يتكلموا ويجسوا النبض كده ويهتموا باللاعب ويدخلوا دائرة الاهتمام طيب يا عم بلاد ايه اللي عنبك ايه صفقة الموسم دي صفقة الموسم دي هقولها لك لكن يستنى شوية فهيكلمك دلوقتي عن رضا سليم رضا سليم جناح الجيش المغربي والنادي الاهلي طبعا احنا عارفين انه بتكلم عليه بقاله فترة ولكن زي ما احنا عارفين في بعض الفرق بين من بتخش والزحم من نادي الاهلي والمرادي بقى مش ازامالك لا ده المرادي نادي بيرامدز نادي بيرامدز اللي دخل بيعلى على نادي الاهلي في الصفقة وعايز ياخد اللاعب ولكن نادي الجيش الملك المغربي طالب في اللاعب 3 مليون دولار 3 مليون دولار ده رقم كبير قوي على جناح مغربي يعني أي نعم اللاعب أرقامه حلوة واللعب بيلعب يمين ويشمال وبيلعب تحت المهاجمين وأداءه حلوة وتصوباته وقوة وحاجات حلوة قوي بس في النهاية ده رقم كبير عن نادي الأهلي طب النادي الأهلي عرض كم النادي الأهلي عرض لحد دلوقتي 1.800.000 دولار ما ذاتش عنه ممكن الرقم يوصل لتنين مليون دولار أعتقد أنه مش يزيد عن كده بالنسبة للنادي الأهلي ولكن نادي الأهلي بيحاول بقدر الإمكان ولكن زي ما بقولك نادي برامز داخل في الموضوع وممكن بشكل كبير جدا هو اللي يحسم الأمر لو لم يتم حصم الأمر من أي نادي خليجي لأن برضو سمعنا أن فيه أندية خليجية دخلها في الصفقة وبدأت أن هم يعني محتاجين يضموا رضا سليم خلال الفترة اللي جاية فهنشوف الكلام على إيه خلال الفترة اللي جاية ولكن دي النقطة الأخيرة اللي في الموضوع وإن برامز داخل والنادي الأهلي أخروا حد الوقتي مليون وتبنمية ألف دولار أما بقى نيجي بقى للصفقة صفقة الموسم صفقة الموسم بالنسبة للنادي الأهلي من وجهة نظري وأكيد أنت كأهلاوة هتحبها جدا لأننا أحبتها فأكيد أنت تزمنت تحبها يعني احنا هتنازهم على كده وإخوات إيه صفقة الموسم يا عم بلال اللي انت عملت شواءنا عليها من الصمح أقول لك صفقة الموسم هي مادة عقد مارس الكولر يا عم انت بدأ كله بتقول لنا مادة عقد مارس الكولر أقول لك يا صديقي كما كنت بتكلم عن مارس الكولر في فيديوهات كتيرة أن الراجل ده عمل طفرة وعمل حاجة جيدة جدا في النادي الأهلي وقدر أنه يطور من الأداة فنيا وبدنيا وكل حاجة وقدر أنه في عشر شهور أو خلينا نتكلم فيه سنة ياخد خمس بطولات رسمية وده رقم كبير بالنسبة لنادي الأهلي وبالنسبة لأي مدرب أجنابي في الدور المصري طيب يا عم إيه مادة عقد الكولر ده هيمده لحد إمتى مارس الكولر كلنا عارفين إنه عقده لمدة سنتين فات سنة فنقص عليه سنة فأخره هو الصيف القادم صيف 24-24 فالنادي الأهلي تواصل معاه لحل وتواصل معاه لاتفاق إنه هو إن شاء الله هيمد عقده لـ 2026 يعني هيمد سنتين كمان وطبيعي هيكون في زيادة في العقد وهيكون في زيادة كبيرة قوي كمان تصل تقريبا لحد 50 أو 70% زيادة يعني بحد أدنى بنتكلم تقريبا في راتب شهري بيوصل أو بيتخطى 200 ألف دولار وهذا رقم كبير قوي على مدرب في الدور المصري وأكيد هيكون كبير كماديان على نادي الأهل بس تعال أقول لك بقى إنه مش كبير خالص ليه عم بلان مش كبير أقول لك ليه لأن كولر بيعمل في النادي الأهلي ما لم يصنعه مدرب من قبل يعني أو على القلب فيه 10 أو 15 سنة اللي فاته الراجل بيعمل الراجل بيتولك لعبتك بشكل كبير جدا فنيا وبدنيا وكل حاجة طب ده هيفيدني بإيه هيفيدني أن أنا أخذ بطولات هيفيدني أن أنا أحافظ على الفريق بتاعي هيفيدني كمان أن تطوير اللاعب ده أقدر أبيعه بأرقام كبيرة وأقدر أعوض الفرق بالمرتب ده فإذاً هيكون المرتب ساعتها يعني براحتك يا عم كولر لأن من تيجي واحد زي حمد فتحي أنت مشتري من انبي ويأتي يطور لك أداءه بالشكل الكبير ده ويبروزه بشكل كبير جدا ويخليه فأفضل حالة بدنية وفنية وكل حاجة حلوة بالنسبة لحمد فتحي قدرت أن تبيعه بما يقرب من 3.5 مليون دولار فبالنسبة لك أنت ذا رقم كبير قدرت أن تكسبه في لاعب وده بفضل مين بفضل الله ثم مرس الكولر وتطويره الكبير أو في اللاعب طب نيجي الحتة تانية حتة مكسب البطولات عندما تكسب البطولة أنت أي نعم تأخذ فلوس عن البطولة دي ولكن تأخذ فلوس أكبر من الرعاة وتأخذ من الدعاية فلوس أكبر لأن حضرتك عندما تكسب البطولة مثل دور الأبطال أنت تأخذ 5 مليون دولار مثلا تمام؟ جميل ويتأخذ على الشركة الرعية التي تبقى عامل معها بنود أي نعم واخد منهم مبلغ على مدار مدة معينة تمام مفيش مشكلة لكن يبقى برضو فيه بنود في التعاقد أو في الرعاية دي أن أنا لما أكسب البطولة الفلانية أخذ مبلغ وليأكل 50 مليون جديد لما أكسب البطولة الفلانية أخذ مبلغ 20 مليون جديد لما أكسب وهكذا ففي بطولات يبقى عليها بونس بالنسبة لنادي الأهلي لأن الرعاة طبعا بيتشافوا على أنطاق أوسع وبيستفيدوا بلجمية وشعبية النادي الأهلي الكبيرة فإذا الراجل ده بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة بيقدر أن هو يدخل لك فلوس ففعلا يستهل المرتب اللي هياخده لأنه هيحقق لك المطلوب والزيادة فده من وجهة نظري صفقة الموسم مرسل كولر بعد ما يتم التجديد رسمي فإذا النادي الأهلي على بعد خطوة بس من إتمام تجديد التعاقد وده اللي فعلا تم الاتفاق عليه مع مرسل كولر وفي انتظار وكيله اللي جاي خلال الأيام القادمة علشان يتم التوقيع رسمي ويتم النادي الأهلي إعلانه بشكل رسمي لإتمام أو تكميل عقد مرسل كولر حتى 2026 بإذن الله ونشوف دايما دايما النادي الأهلي عامل طفرة كبيرة في نهاية الفيديو ما تنسيش تعمل لايك وشير لأن بجد عنيت من تصوير الفيديو لأن النور قطع معي وأنا بسجل والكلام ده رجعت أكمل وحوارات يعني حصن فبعد إذنك تعمل لايك وشير تقديرا للمجهود ده كده ولا إيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته